نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منح الحكومة تراخيس لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي شددت على أن كافة مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة تخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة كما نشدت الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة قد تمثل خطورة على أرواحهم